أتمنى عليكم أن تعودوا إلى نفس المقاطع التي سأقرأها عليكم من زياراتهم الشريفة وأنا أقرأ من مفاتيح الجنان أتمنى عليكم أن تعودوا إلى هذه المقاطع وأن تقرؤوها بأنفسكم وبهدوء وبروية وتدبر وأن تتذكروا المضامين التي حدثتكم عنها في الحلقة الماضية وهذه الحلقة في مضمون آية التطهير قلتها وأقولها لأبنائي وبناتي من شبابي شيعة الحجة بن الحسن تابعوا هذه الحلقات وتابعوا الإعادة أيضا إنه شهر واحد وقد تصرم نصفه وهذا الحديث حديث عقيدة وما زال الأمر بحرارته بث مباشر وفي أيام شهر رمضان فتابعوا الأمر بأنفسكم حتى تكون الصورة واضحة لديكم هذه زيارة أئمة البقيع وابتدأت بها متعمدا قاصدا لأن الليلة ليلة ميلادي إمامنا الحسني المتفون في البقية سلام عليه وعلى من بجواره من أئمتنا المعصومين ومن بجواره من أولياء أهل البيت من الرجال والنساء سلام على ساكن البقيع ورحمة الله وبركاته ماذا نقرأ في زيارة أئمة البقيع لم تزالوا يا سادتي لم تزالوا بعين الله ينسخكم من أصلاب كل مطهر وينقلكم من أرحام المطهرات هم طاهرون مطهرون والأجواء التي تحيط بهم هي الأخرى تتطهر من طهارتهم هم طاهرون مطهرون وكل ما يحيط بأجوائهم سيكون طاهرا من طهرهم وطهارتهم في جميع الاتجاهات في الأبعاد المادية مطلقا وفي الأبعاد المعنوية مطلقا لم تزالوا بعين الله ينسخكم من أصلاب كل مطهر وينقلكم من أرحام المطهرات لم تدنسكم لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء ولم تشرك فيكم فتن الأهواء لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء بكل ما فيها من قذاراتها المادية والمعنوية فالجاهلية الجهلاء قذاراتها مادية ومعنوية لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء ولم تشرك فيكم فتن الأهواء وحتى فتن الأهواء فإنها مادية ومعنوية لم تزالوا بعين الله ينسخكم من أصلاب كل مطهر وينقلكم من أرحام المطهرات لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء ولم تشرك فيكم فتن الأهواء طبتم طبتم وطاب منبتكم من بكم علينا ديان الدين فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وجعل صلاتنا عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا إذ اختاركم الله لنا وطيب خلقنا بما من علينا من ولايتكم هذا تطهير لشيعتهم هم مصدر طهارة الأجواء التي تقاربهم بنحو مباشر ستكون طاهرة في أعلى مراتب الطهارة ينسخكم من أصلاب كل مطهر وينقلكم من أرحام المطهرات ما يقاربهم ما يباشرهم سيكونون من الرجال والنساء ومن كل ما يمكن أن يكون في أرقى مراتب الطهارة وما يلتحق بهم من فاضل طينتهم سيتطهر في الجهة التي يلتحق من خلالها بهم وجعل صلاتنا عليكم فهذه جهة الاتصال رحمة لنا وكفارة لذنوبنا واختاركم الله لنا وطيب خلقنا بما من علينا من ولايتكم هذه جهة الاتصال بهم فمن حيث جهة الاتصال تأتي الطهارة لأشياعهم المضامين واضحة والمقام مقام إيجاز والوقت يجري سريعا فماذا أصنع لي ولكم إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان إنه الكتاب الذي يتوفر في بيوتكم قرأت قبل قليل من زيارة أئمة البقيع صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يغلب على ظني أن كثيرا منكم سيستغربون هذا الكلام إما أنهم لم يقرأوا الزيارة أصلا أو أنهم قرأوا الزيارة قراءة من دون تدبر والأمير يقول ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر من زيارة أئمة البقيع إلى الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين في آخر المفاتيح هي زيارة مهمة من مجموعة الزيارات الجامعة إنما تسمى بالزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين لأنها تبدأ بهذه العبارة السلام عليكم أئمة المؤمنين فعرفت في كتب المزارات بالزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين في آخر المفاتيح عودوا إليها يغلب على ظني أن كثيرا منكم لم يقرأها تشتمل على كثير من المضامين والحقائق المهمة جدا فماذا جاء جاء فيها أن ولكم القلوب التي إنها قلوب محمد وآل محمد محمد والتعابير المؤمنين هو الذي يقول أنا قلب الله الواعي ولكم القلوب التي تولى الله رياضتها بالخوف والرجاء هذه قلوب قلوبهم قلوب تولى الله رياضتها بالخوف والرجاء وجعلها أوعية للشكر والثناء وآمنها من عوارض الغفلة وصفاها من سوء الفترة هذه قلوب محمد وآل محمد في مستوى من البيان المدارات القضية أعمق من ذلك ولكن نحن وهذا المستوى من البيان وإنما أقول هذا الكلام لأنني أقيس هذه المضامين مع المضامين التي وردت في الزيارة الجامعة الكبيرة هناك فارق كبير بين هذه المضامين هذه المضامين صحيحة لست معترضا عليها لكنني أقوم بعملية مقايسة بين هذا المضمون وبين ما جاء من أسرارهم التي بينت في زيارة الجامعة الكبيرة على أي حال نحن في أجواء آية التطهير ونحن نتحدث عن إذهاب الرجس بكل أشكاله المادية والمعنوية نحن في هذا المقام في مقام الحديث عن طهارتهم وعصمتهم وإمامتهم في أفق آية التطهير في البيانات الأولى التي تتضح منها أن ولكم القلوب التي تولى الله رياضتها بالخوف والرجاء وجعلها أوعية للشكر والثناء وآمنها من عوارض الغفلة وصفاها من سوء الفترة إلى أن تقول الزيارة الشريفة عارف بمنزلتكم هذا هو الشيعي الشيعي هو العارف بإمام زمانه عارف بمنزلتكم موقن بعصمتكم خاضع لولايتكم متقرب إلى الله بحبكم وبالبراءة من أعدائكم عالم هذا جزء من معرفتنا بهم جزء من تشيعنا عارف بمنزلتكم أنا شيعي فالشيعي هو العارف بإمام زمانه عالم بأن الله قد طهركم من أي شيء من الفواحش الفواحش منها ما هو مادي ومنها ما هو معنوي عالم بأن الله قد طهركم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن أصدق مراتبي الفواحش الظاهرة هي الفواحش المادية عالم بأن الله قد طهركم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن كل ريبة ونجاسة النجاسة بالدرجة الأولى مادية وبالدرجة الثانية معنوية طهركم من خلالدرجة من خلالدرجة ونجاسة ودنية ورجاسة ورجاسة والرجاسة أيضا فيها ما هو مادي وفيها ما هو معنوي عالم بأن الله قد طهركم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن كل ريبة ونجاسة ودنية ورجاسة هل أحتاج إلى تفصيل في الكلام عن طهارتهم المطلقة صلوات الله عليهم ما هي النصوص واضحة والآية الثالثة والثلاثون بعد البسملة من سورة الأحزاب إنها آية التطهير واضحة وواضحة 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 ومن الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين نذهب إلى زيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه بحسب مفاتيح الجنان الذي أقرأ عليكم من إنها الزيارة المخصوصة الأولى هناك زيارات مطلقة وهناك زيارات مخصوصة في باب الزيارات المخصوصة لسيد الشهداء وتحديدا الزيارة الأولى وهي التي تقرأ في شهر رجب وفي شهر شعبان الزيارة الشعبانية الزيارة الرجبية هذه الزيارات المخصوصة المهمة نقرأ فيها هذا النص هذه نصوص المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذه زياراتنا التي يريد أئمتنا أن نتثقف وفقا لما جاء فيها فكيف نخاطب الحسين في زيارته الرجبية وزيارته الشعبانية نقول له يا أبا عبد الله أشهد أنك طهر طاهر مطهر هذه هي الألفاظ الرئيسة في لغة العرب التي يمكننا أن نستعملها في مثل هذا المقام أشهد أنك طهر طاهر مطهر مراتب التطهير الثلاثي المثلث ويطهركم 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 أنني لا أحدثكم بشيء من عندي أنا ألخص لكم المطالب ما يطرح في هذا البرنامج ما هو بحديث يصدر عن مزاجي لكنني لا أستطيع أن أتحدث في التفاصيل في هذا الوقت المحدود الضيق أشهد أنك يا حسين طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر فمحمد هو هذا فحسين من محمد وعلي هو هذا فحسين من علي وفاطمة هي هذه طهر طاهر مطهر أية خيبة عند هؤلاء المراجع الأغبياء في النجف وغير النجف وعند هؤلاء الخطباء المعتوهين من كبار خطباء الشيعة وهم يتحدثون عن نجاسات طبيعية ومادية يلحقونها بفاطمة صلوات الله عليها لذلك حذرتكم وأحذركم وسأبقى أحذركم من قذارات مراجعي وخطباء حوزة النجف إذا أردتم العقيدة النظيفة فنظفوا عقولكم من أوساخي وقذاراتي ونجاساتي حوزة النجف وكربلاء وتحديدا إنني أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء الخطباء يتفرعون عليهم هم والوكلة هكذا نخاطب الحسين صلوات الله وسلامه عليه أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر أشهد أنك طهر الطهر هو مصدر بحسب أدب العربية مثل ما نقول شاهد عدل شاهد عدل العدل ما هو بصفة في أدب العربية العدل مصدر حين يقال إمام عادل هذه الصفة عادل ما هو مصدرها في العربية عدل فعادل اشتقت من عدل فلماذا نقول شاهد عدل فهذه اللفظة مصدر لماذا نصف الشاهد بالمصدر نصف الشاهد بالمصدر لتأكيد معنى العدالة في الشاهد وكأن الشاهد هذا لكثرة صدقه كأنه هو العدل هو الصدق بنفسه وإلا فإن كلمة عدل ليست صفة كلمة عدل مصدر إنما نستعيرها من المصدرية ونذهب بها إلى الوصف فنصف الشاهد بأنه عدل مثل ما جاء في وصف ابن نوح من أنه عمل غير صالح المراد عامل غير صالح فالمصدر لا يكون وصفا إلا أن نستعيره إننا نستعيره ونستعمله وصفا فشاهد عدل وإلا فإن الوصف أن يكون شاهدا عادلا لكننا نصفه بالمصدر كأنه صار مصدرا للصدق وللعدل جئت بهذا مثالا تقريبيا ولا أريد أن أطبقه على الزيارة هنا فالحسين هو مصدر الطهارة فعلا الكلام هنا ليس على سبيل استعارة المصدر وبعد ذلك نستعمله في الوصف الحسين هو مصدر الطهر هو أصل الطهر أشهد أنك طهر فأنت مصدر الطهارة أنت أصلها أنت جذرها مثلما كلمة العدل جذر لكلمة عادل أتحدث عن اللغة ولكنني هنا أتحدث عن الوجود وعن التكوين وعن الفيض وعن النعم والآيات بكل أنحائها وعن الدين والعقيدة بكل التفاصيل أشهد أنك طهر وكيف لا يكون ذلك وأنت مجمع الأسماء الحسنى الصادق هو الذي يقول نحن الأسماء الحسنى وأنت يا حسين مجمع الأسماء الحسنى أنت أكمل نشآت جمالها وأنت أعظم تجليات جلالها أبا عبد الله أشهد أنك طهر طاهر مطهر فطهر هو مصدر الطهارة وأصلها وجذرها طاهر هو الفاعل الذي يفعل الطهر ويصدر الطهر منه وصيغة الفاعل في أدب العربية تدل على الحال والاستقبال فحينما يقال طاهر هو يفعل الأفعال الطاهرة ويقول الأقوال الطاهرة وإذا كان الحديث عن الذات فتجليات ذاته طاهرة تجليه طاهر وآثاره من صفاته طاهرة ونتائج أفعاله طاهرة في الحال وفي الاستقبال وقطعا لن يكون بهذا الوصف إن لم يكن في الماضي كذلك النتائج تتبع المقدمات فالاستقبال نتيجة للحال والحال نتيجة للماضي فهو طهر هو أصل الطهارة وهو طاهر هو فاعل تصدر عنه الطهارة وهو مطهر المطهر هو الطاهر في ذاته والذي تتعالى طهارته حتى يكون مطهرا لغيره وهذا سيأتي بيانه في الزيارة نفسها أشهد أنك طهر طاهر مطهر من أين جئتنا يا حسين من طهر طاهر مطهر وكيف أنت يا حسين طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت فيها وطهر حرمك ألا لعنة على فتاوى النجاسة والقذارة ألا لعنة على خطباء النصب والتقصير ألا لعنة على علم الكلام حين ألعن هؤلاء الخطباء إني ألعن منهجهم ألعن هذا المنهج الأخرق حينما يتحدثون عن نجاسة دماء الحسين صلوات الله وسلامه عليه حتى بعد شهادته أنا لا ألعن الأشخاص هنا ألعن المناهج وألعن الثقافة الناصبية المقصرة المستدبرة التي دمرت عقائد أجدادنا وآبائنا ودمرت عقائدنا ووسخت عقولنا ونجستها وإلى هذه اللحظة ولا زالوا يصرون على هذه القذارة برغم أن الحقائق تتجلى بين أيديهم عبر شاشة القمر على الأقل لأنني على يقين من أنهم يتابعون هذه البرامج لا أقول هذا الكلام جزافا إنما أتحدث عن معلومات دقيقة هي في يدي أشهد أنك طهر يا حسين طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت فيها وطهر حرمك كل مراتب الطهارة منها ما يرتبط بالجانب المادي ومنها ما يرتبط بالجانب المعنوي يا حسين أنت طهر طاهر مطهر نذهب إلى فاصل ومن زيارة الطهر الطاهر المطهر الذي هو من كل طهر طاهر مطهر من محمد وعلي وفاطمة من زيارته الشريفة إلى دستورنا العقائدي المعظم إلى الزيارة الجامعة الكبيرة الزيارة مشحونة بهذه المضامين سأأخذ مثالين منها ما جاء هنا في الزيارة الشريفة ونحن نخاطبهم نخاطب محمدا وآل محمد إنه القول البليغ الكامل فهكذا نقول عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الريتس وطهركم تطهيرا الزيارة تريد أن تشرح لنا آية التطهير إنها نفس المضامين التي بينتها لكم في حلقة يوم أمس وفي هذه الحلقة أعيد قراءة ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة سادة آل محمد عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الريتس وطهركم تطهيرا هذا ما يرتبط بشأنهم ما يرتبط بشأننا نحن ماذا تقول الزيارة الجامعة الكبيرة حين نتصل بهم وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا هم مصدر الطهارة والتطهر وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا وأذكركم أذكركم رجائي أن تعودوا إلى هذه المقاطع في هذه الزيارات تدبروا فيها هذه ثقافة أئمتكم عودوا إليها بدلا من أن تستمعوا إلى هؤلاء الأغبياء الذين يفوحون وينضحون قذارة ناصبية من خطباء المنابر الذين تعلموا عند أولئك المراجع الأغبياء في حوزة النجا ومن الزيارة الجامعة الكبيرة نذهب إلى جوهرة حديثنا إلى لؤلؤة بحثنا إنها القيمة فاطمة مدار الحديث مدار الحديث في فناء فاطمة ورحابها صلوات الله وسلامه عليها لازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وهذه هي زيارة القيمة وذلك دين القيمة باقر العلوم يقول هي فاطمة هي فاطمة هي هذه القيمة فكل الحديث الذي مر في أجواء آية التطهير وفي كل هذه الزيارات زبدته أين زبدته عند فاطمة عند فاطمة يا فاطمة هكذا نقرأ في زيارتها الشريفة وزعمنا وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإن نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لماذا يا بنت رسول الله فإن نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا يا زهراء لنبشر أنفسنا هذه هي النتيجة بأن قد طهرنا بولايتك يا أيتها القيمة فأنت قيمة ديني ولك القيمومة علي وذلك دين القيمة بعد هذه الجولة السريعة بين الزيارات أنا لا أستطيع أن أقرأ عليكم كل شيء لكن ني سهلت الأمر عليكم جئتكم بمفاتيح الجنان الذي هو في بيوتكم وصلت الضوء على بعض من الزيارات ما صلت الضوء على كل النصوص في هذا الكتاب على بعض من الزيارات وأخذت منها مقاطع قصيرة ورجوتكم أن تتدبروا فيها بالله عليكم بعيدا عني وعن قناة القمر وعن فتنتها كما يقولون بعيدا عن الجميع أنتم فاطمة محمد محمد آل محمد وفاطمة هي جوهرتهم وهذه زياراتهم وآية التطهير آيتهم والقرآن قرآنهم هذه الأجواء ماذا تستنتجون منها بعيدا عني بعيدا عني وعن هرائي وكلامي ماذا تستنتجون من كل ذلك هذا شهر رمضان وهذا قرآنهم وهذه آية التطهير وهذا مفاتيح الجنان ما هو بكتابي كتاب موجود في بيوتكم مؤلفه معروف زياراته موجودة في مصادرنا الأصلية ما قرأت حرفا واحدا من غير زياراتهم الشريفة كل هذا وضعته بين عيديكم هذا الجو الذي ينتج من كل ذلك ما هي خلاصته خلاصته هناك طهارة مطلقة في جميع الاتجاهات وهذه الطهارة المطلقة في جميع الاتجاهات تتحدث عن عصمة مطلقة في جميع الاتجاهات وهذا الأمر لا يتحقق إلا بسبب علم مطلق في جميع الاتجاهات وكل هذا لا يكون فيهم إلا بعطاء منه سبحانه وتعالى فالعلم عطاؤه والعصمة عطاؤه والطهارة عطاؤه هل تعرفون أحدا أقرب إلى الله من محمد وآل محمد ما نحن هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة في آخرها اللهم اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار فاطمة داخل هنا أو لا أنا أنا لا أريد أن أستدل بها إنما جاء هذا الأمر عرضا عودوا إلى الحلقات من 56 إلى 60 من برنامج دليل المسافر ستطلعون على التفاصيل هناك على هذا وعلى غيره اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعاء نحن لا نعرف أحدا أقرب إلى الله منهم تخرجون فاطمة من هذا الكلام الزيارة الجامعة مضامينها تنطبق على فاطمة أو لا إذا كانت تنطبق على فاطمة صلوات الله عليها فهي داخلة في هذا التعبير اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار فهل أن شفاعة نحن نطلبها منهم من دون فاطمة ماذا تقولون أنتم أنتم الذين تعترضون على ما أقوله من أن فاطمة إمام بل هي من أئمة الأئمة لكم دينكم ولي ديني اذهبوا بدينكم هذا الذي جئتم به من مراجع النجف وافرحوا به هنيئا لكم بدينكم وهنيئا لي بديني الذي جئت به من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم خذوا دينكم من هناك وأنا أأخذ ديني من هنا القضية واضحة صريحة جدا نذهب إلى فاصل لازال كتاب المفاتيح أعني مفاتيح الجنان مفتوحا بين يدي قبل قليل حينما توجهت إلى زيارتي الصديقة الكبرى فاطمة قلت لكم من أنها جوهرة محمد وآل محمد هذا المضمون مشتق من كلام الله سبحانه وتعالى لقد فتحت الكتاب على الحديث الذي ألحق بكتاب المفاتيح لم لم يكن الشيخ عباس القمي هو الذي أثبت حديث الكساء اليماني في كتاب المفاتيح وإنما ألحق بعد ذلك بكتابه على أي حال إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وهذا هو حديث الكساء اليماني قطعا لا أجد وقتا كي أقرأ الحديث بكامله ولا أجد وقتا كي أقف على كل المطالب المهمة في هذا الحديث يمكنكم أن تعود إلى برامج التي تحدثت فيها عن المطالب المهمة وعن الإشارات الدقيقة التي اجتمل عليها حديث الكساء اليماني لكنني بالإجمال أقول حينما وصل الحديث إلى آية التطهير إلى الآية الثالثة والثلاثين بعد البسملة من سورة الأحزاب لا يمكنني أن أتجاوز حديث الكساء اليماني سأمر عليه مرورا عابرا ولا أدري ما بقي من الوقت هل سيكفيني أو لا ويبدو أن المتبقي من الوقت لن يكون كافيا سأكمل حديثي بخصوصه في يوم غد ونحن في ليلة من ليالي أهل العبا من ليالي أصحاب الكساء إنها ليلة أبي محمد ليلة إمامنا الحسن المجتبى هذه الليلة ليلته ويوم غد يومه صلوات الله عليه وجميل أن يكون التوفيق لي ولكم أن نعيش شيئا من الوقت في أجواء حديث الكساء اليماني حديث محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين صلوات الله وسلامه عليهم وعلى الأئمة الأطهار من عترة الحسين فمثل ما قلت لكم من أن آية التطهير ترتبط ارتباطا وثيقا بحديث الكساء اليماني فآية التطهير نزلت في تلكم الواقعة آية التطهير فاطمية بامتياس بامتياس وحديث الكساء اليماني فاطمي بامتياس من هنا سيتجلى لنا بوضوح معنى قيمومة فاطمة ولكن بلسان مرموز بفعل مرموز دققوا معي البيت بيت فاطمة بيت علي هو بيت فاطمة البيت بيت فاطمة وحينما هجموا على دارها وأحرقوا بابها لم يقل قائل بأنهم أحرقوا باب بيت علي أحرقوا باب بيت فاطمة بيت علي هو بيت فاطمة وبيت فاطمة هو بيت علي والبيت بيت محمد صلى الله عليه وآله لكن هناك إشارات هناك رموس هناك دلالات البيت بيت فاطمة ولذا فإن الباب بابها هذا باب بيت فاطمة إنه الباب الذي هجموا علي وقد حدثنا رسول الله قبل استشهاده من أنهم سيهجمون على بيتها حدثنا عن بيتها البيت بيتها البيت بيت فاطمة والحجرة حجرة فاطمة وما لفاطمة فهو لعلي وما لعلي فهو لفاطمة لكن النسبة لفاطمة فيها دلالة فيها رمزية فيها إشارة البيت بيت فاطمة والكساء اليماني كساؤها إنه من جملة أثاث بيتها فالبيت فاطمي والكساء اليماني فاطمي ونحن نحاول أن نتقرب من المنهج اليماني والتسمية رمزية الكساء كساء يماني جئ به من اليمن لكننا في مقام الإشارة والرمز وللرموز خصائصها وللإشارات دلائلها البيت بيت فاطمة والكساء كساء فاطمة والوالد الذي دخل هو والد فاطمة أبوها وطلب موجه لفاطمة أن تدثره أن تغطيه هو الذي طلب منها يا فاطمة ايتيني بالكساء اليماني فغطيني به إنها أم أبيها إنها القيمة وذلك هدين القيمة هذه إشارات ورموز فمحمد صلى الله عليه وآله ما جاء إلى بيت فاطمة وما كان الذي حدث إلا لتتحقق واقعة الكساء اليماني التي تشتمل على عظيم الرموز والدلالات وهناك نزلت آية التطهير والذي أخبرنا بها فاطمة ففاطمة هي التي حدثتنا بحديث الكساء اليماني البيت فاطمي والكساء اليماني فاطمي والوالد الذي جاء إلى بيتها فاطمي فاطمة أم أبيها من هذه الجهة ينسب إليها هو الذي وصفها بهذا الوصف من أنها أم أبيها من هذه الجهة محمد ينسب إليها البيت فاطمي والكساء اليماني فاطمي والوالد فاطمي ثم جاء الحسن وجاء الحسين والحسن فاطمي والحسين فاطمي وجاء علي وعلي فاطمي وبنت محمد سكني وعرسي هو الذي يقول أبيات معروفة لأمير المؤمنين يقول في بيت منها وهو يعدد مفاخره ومناقبه وبنت محمد سكني وعرسي مسوط لحمها بدمي ولحمي وبنت محمد سكني وعرسي مسوط لحمها بدمي ولحمي كل التفاصيل تتحدث عن فاطمة وكل المعطيات تخبر عن فاطمة في واقعة الكساء اليماني متى اكتمل المجلس فاطمة تقول ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء وكان قد دخل قبلها أمير المؤمنين والحسنان فدخلت تحت الكساء ثم ماذا تقول فلما اكتملنا جميعا كان الاكتمال بدخول فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء إلى آخر الحديث متى كان اكتمال المجلس بدخول فاطمة إذن خذوا إليكم البيت فاطمي والكساء اليماني اليماني إنه إنهما ثمرة فؤادها فالحسن فاطمي والحسين فاطمي وعلي فاطمي واكتمل المجلس اكتمالا فاطميا حينما دخلت فاطمة تحت الكساء وهذا الحديث هو حديث فاطمي جابر الأنصار يحدثنا به عن فاطمة موسيقى موسيقى